أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ مختارات من وحي القرآن لما فيه سعادة الإنسان مع الشيخ الدكتور عبد الله سلقيني بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين فتنة الأموال والأولاد والأمانة التي يحملها الإنسان يغفل وينشغل في الدنيا عن نهاية هذه الحياة التي سيعيشها في الدنيا ثم ينتقل للآخرة ولذلك قبل أن أبدأ بالنص وهو قوله تعالى واذكروا إذ أنتم قليلا مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس إلى آخر الآيات التي تبين لنا فتنة الأموال والأولاد أريد أن أقدم لها في هذه الحلقة بقصة قصة توضيحية يذكر أن مجتمعا ما من المجتمعات كان لهم عادات وتقاليد يعيشون عليها ومن عاداتهم أنهم ينصبون الملك مدة عشر سنوات فإذا انتهت العشر سنوات أخذوه باحتفال رسمي ونقلوه إلى مكان في صحراء مغفرة لا يوجد فيها ماء ولا يوجد فيها ظل فيتركونه ويعودون وعندما تكررت العملية ما عاد أحد من أهل هذه المملكة يريد أن يكون ملكا يقولون يا فلان تعالصي الملك أقول لله لا أريد الملك ولا أريد أن أموت هذه الموتى الشنيعة وبقوا فترة بدون ملك حتى أصبح وضعهم مضطرب فيوما ما جاءهم شاب على فرس يعمل بالتجارة جاء إليهم فهرعوا إليه وقالوا له نريدك أن تكون ملكا علينا قال أنا أكون ملكا عليكم اجعلوا ملك منكم أنا إنسان ضيف جاي أشتغل تجارة أبيع وأشتري وأذهب قالوا ما أحد يريد أن يصير ملك قال عجيب في حد ما يريد يصير ملك قال هكذا ولكن لا نكتمك سرا نحن من عاداتنا أن نولك الملك عشر سنوات ويكون لهم كل الصلاحيات يفعل ما يشاء يخطط يقتل يفعل وفي نهاية العشر سنوات تنتهي مدة الملك فنأخذه ونضعه في مكان قال أين المكان أخذوه إلى المكان قال هل يفترض عليكم أو يجب عليكم في تقاليدكم أن تقتلوا الملك قال لا ما يجوز نقتله فقط نضعه وأون وحده ونذهب قال إذا عاش هل تفرض عليكم تقاليدكم أن تقتلوا قالوا لا أس كيف يعيش ما أحد يريد يصير ملك حتى ما يكون في هذه الحالة قال لهم أمهلوني ثلاثة عيام وأنا أرد عليكم الجواب قالوا لنا أرجوك كن لنا ملكا لأن أمورنا فوضى فركب فرسه وطاف في المنطقة فوجد في مكان ما يمر نهر صغير يبعد مسافة عن مكان يضعون فيه الملك ورأى منسوب المياه في هذا النهر أعلى من المكان الذي يجعلون فيه الملك ففكر في آخرته بعد العشر سنوات ودرس الموضوع وعرف هدفه فجاء إليهم وقال لهم قبلت أن أكون ملكا عليكم فسروا بذلك وقالوا هذا ما يدري كيف سيموت ولا يدري كيف سنتركه إلى آخره بعد أن تأكد منهم أن الملك يأخذ حريته في الملك يفعل ما يشاء يعمل مشاريع يفرز مجموعة من الناس إلى عمل معين يعمل جيش يعمل كذا له صلاحيات كاملة ملك نصبوه وسعدوا به وعملوا احتفالات ونقلوه إلى قصر الملك واستلم الملك فحكمهم بالعدل ورعى مصالحهم ورعى مصالحه أيضا ولكنه لم ينسى أنه سيكون بعد عشر سنوات في مكان معين فرسم الخطة لينقز نفسه في هذا المكان انتدب مجموعة صغيرة من الذين يفهمون بالري وجهز لهم عمالا وهو ملك يأمر فيطاع ولا يسألونه لماذا يعملون عمال يذهبون إلى مكان معين ويشتغلون فجرك عمل على جر مياه النهر إلى المنطقة التي يضعون فيها الملك أخذ المشروع معه سنوات ولكن يتابعه الملوك السابقين عندما يقول لهم أحد الأشخاص من جلسائه بقي لك أيها الملك ست سنوات يغضب وينزعج يقول نغص علي حياتي اقتلوه فيقتلونه هذا الملك عندما قال له أحد جلسائه أيها الملك بقي من العشر سنوات خمس مر عليه خمس سنوات وبقي خمس سنوات قال له أشكرك وجزاك الله خيرا ذكرتني مثل المؤمن عندما يذكره واعظ من نفسه أو من الدعاة بربه وأنه سيمثل بين يديه فيتذكر ويستعيد أعماله ويجدد العمل الصالح فهذا الملك عندما ينباه هذا الشخص انتطى فرسه أو عربته صل عربه وذهب إلى المكان تابع فيه سير العمل يسير العمل على ما يرام تجر المياه من النهر إلى المنطقة التي يجعلون فيها الملك وكادت المياه أن تصل إلى هناك ثم يعود ويتابع عمر مملكته كما قال تعالى للمؤمن ولا تنسى نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك فهذا يسير في المملكة بشكل حسن والناس يعيشون براحة وسعادة وهو أيضا يأخذ حظوظه في الملك والسلطة ولكن لم ينسى آخرته بقي يتابع الأمر ويتابع والناس كلهم في عمله الفلاح في زراعته والمعلم في تعليمه وهذا كل واحد في عمله والملك يشرف عليهم والمملكة تسير على ما يرام والناس عداء في حياتهم إلى أن مرت عليه فترات كل ما ذكروا أحد كذا سنة كذا سنة كان يذهب ويتابع المشروع بنفسه فيرى الأمور تسير على ما يرام إلى أن زرع هناك في المنطقة التي سيضعون فيها الملك مزروعات وأشجار وثمار من جميع أنواع الأشجار المثمرة وزروع وأبقار وحيوانات هم قالوا لا يمنعونه من أي تصرف ولكن سيضعونه في هذه المنطقة وبنى قصر عظيم في المنطقة التي يضعون فيها الملك وعاد الأمر على ما يرام هناك خدم وحشم إلى آخر في يوم من الأيام وإذا بالناس يجتمعون حول القصر ويحيون الملك فخرج إليهم من الشرفة فإذا بهم قد جهزوا عربة وزينوها بالزهور قال ماذا تريدون قالوا أيها الملك انتهت لعشر سنوات فضل قال انتهت عسنا نزل وهو مسرور يضحك الناس كان ينظر بعضهم إلى بعض يقولون المثل يقول اللي ما داق المغرية ما بيعرفش الحكاية هذا مثل مع قرد يعني ضربوا النجار فآلمه وصار يهرب فغيره من القرود ما يعرف هذا الألم الذي ذاقه ذاك فيقع في مثل ما وقع فيه ذاك القرد فهذول قالوا هذا الشخص ما يعرف ماذا يحصل للملك ما رأى بعينه كيف يترك في هذه المناطق المحرقة النار محرقة لا يوجد ماء إن كان معه قربة ماء أو قربتين أو تأتي تنتهي ما فكر في أكثر الملك السابق والملوك السابقون هذا لا فكر في نهايته شأنه شأن المؤمن الذي يحمل الذي يحمل الأمانة ويختار الطريق الصحيح ويفكر في نهايته أين تصل نهايته ماذا يحصل له كيف يتصرف نزل الملك هذا الرئيس هذا الرئيس الفلاني والرئيس الفلاني والملك الفلاني الملك الموت وقال له الفضل سعب روح ويقول له والله ما اعتزر الآن ما ليفاضي لا انتهت العشر سنوات انتهت المدة فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون فالملوك السابقون عندما يقولون له انتهت العشر سنوات تفلت رجدية يقع على الأرض يشيله شيء يزدته في العرب ويأخذو إلى مكانه المحتوم فيجعلونه في هذا المكان اللي فأروه إياه قبل أن يتغير استغربوا هذا الملك ركب في العرب وهو مسهور ويتبسم ويتكلم مع الناس والعرب ماشي إلى أن قطعت المسافات حتى اقتربوا من المكان الذي سيضعون فيه الملك هم يعرفونه عاداتهم متقاليدهم وإذا بهم يرون الأشجار المثمرة والحيوانات والغزلان والأبقار والعمال والفلاحون مشوا قليلا بين الأشجار وبين المزارع الخضراء وصلوا إلى المكان الذي يضعون فيه الملك فوجدوا فيه قصرا عظيما أعظم من قصره في المملكة وقفت العرب أمام باب القصر المكان الذي كان محدد يضعون فيه الملك فنزل من العرب وقال ألم تقول لي أنكم تضعون الملك هنا قالوا نعم قال إذن الله يزيكم الخير شكرا مع السلامة خلاص انتهت المهمة مشوا وهم يفكرون ما أذكى هذا الملك إنه قلب نار الصحراء إلى جنة لأنه فكر بآخرته ونحن نقول هذا الإنسان الذي خلقه الله وهو أنت يا عبد الله خلقك الله وخلق لك كل شيء وسخر لك ما في السماوات وما في الأرض ثم أعطاك عقلا وتختار بهذا العقل بمشيئتك الحرة وهديناه النجدين طريق الخير وطريق الشر تعرفهما وعندك عقل ولم يكتفي بذلك وأرسل لك الرسل يوضحون ويبينون أن العبودية والطاعة للخالق وليست العبودية للمخلوق المخلوق يأمرك بطاعته فيما يصلح أحواله وأموره الخالق لا يحتاج إليك ولا إلى غيرك غني عن العالمين يأمرك بما يصلح أمرك وما يصلح شأنك فإن أنت أصلحت هذه الأمور وأصلحت العلاقة مع ربك وعرفت نهايتك تستطيع أن تقلب جهنم في الآخرة إلى جنة عرضها السماوات والأرض كما أخبر الأنبياء جميعا وإذا أنت نسيت الآخرة نسوا الله فنسيهم نسوا ذكر الله فإنساهم أنفسهم يلا ما شيء الله غفور رحيم وأنت مغرقا في العداوة مع الله والعبودية للمخلوق وإذا بك تصبح مثل الملك السابقين من لكك الله في الأرض زوجه وأولاده كذا وكذا وكذا وصلت عليهم وإذا بك تنسى نفسك وتنسى من خلقك فتعمل للوقت الحاضر وتنسى ما ستقول إليه تنسى أنه سيأتيك ملك الموت الذي يتوفاكم لتموتن كما تنامون ولتبعثن كما تستيقظون وإنها للجنة أبدا أو النار أبدا تنسى هذا فتصبح مثل الملك الذي يحمل يأتي ملك الموت فيبدأ العذاب من القبر القبر حفرة من حفر النار أو روضة من رياض الجنة أما هذا الملك عندما وضعوه في قصره وعادوا مشوا خطوات ثم اجتمعوا فقالوا هذا الملك هنا يعيش عيش أحسن عندما كان عندنا ملك والله إنه لنسان زكي واتفقوا على أن يعودوا إليه ويرجونه أن يبقى ملكا في مملكتهم إلى أن يموت وأن هذا القصر يبقى له يخرج ويتفسح به يجلس هنا يجلس في قصر المملكة في داخل بلدهم يعفع عن ما يشاء أعطوه الملك إلى نهاية أجله هذه نتيجة من حسب حسابا لآخرته الإنسان الذي خلقه الله تبارك وتعالى وجعله يختار يحمل الأمانة ويبتلى بالأموال يبتلى بالأولاد هل ينشغل بهم وينسى نفسه وآخرته فيضيع وتضيع أولاده أم يعرف الطريق ويختار الطريق الصحيح الذي يتمتع فيه بالدنيا بما أمر الله والله لم يأمر إلا بكل خير ولم ينهى إلا عن كل شر فيتمتع بالدنيا على أحسن وجه لأنه تمتع بها على الشكل الذي أراده خالقها وخالقه إذا فعل ذلك فإنه يكون قد عمر آخرته ولذلك بقدر ما يزيد إيمان المؤمن يخشى الله ويتقه وإذا اتقى الله عندما ينتقل إلى الله يقول يا مرحبا بلقاء الله أما المقصر مثل أو العاصي والعياذ بالله تعالى أو الكافر يخاف عندما يذكر بالموت وقد روي عن عمر رضي الله عنه وروي مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا لا أدري درجة رفعه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أكثر من ذكر هازم اللذات يعني الموت فعندما تتذكر الموت تتذكر أنك ستقف بين يدي الله تبارك وتعالى وتسأل عن ما تفعله ستسأل قفوهم إنهم مسؤولون فإذا كنت قد قلبت في فتنتك بين الأموال والأولاد وفي الأمانة التي أعطاك الله إياها إن كنت قد عملت الصالح فقد جعلت آخرتك جنة عرضها السماوات والأرض وإلا فسيكون مصيرك مصير هذه هؤلاء الملوك السابقين توضع في جحيم خالدا مخلدا فيها أبدا والعياذ بالله تعالى فانتبهوا أيها الإخوة إلى هذا المثل واستحضروه عندما تقرأ عددا من الآيات التي تتحدث عن هذه الناحية وعندما يدعوك الله فيها نطاعته ويبين لك أنك إن أطعته فسيكون لك الأجر الجزيل في الآخرة فالآيات التي سنتحدث عنها إن شاء الله في الحلقة القادمة وهي قوله تعالى فتنت الأموال والأولاد يقول الله سبحانه وتعالى واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض الخطاب لأهل مكة وأيضا الخطاب إننا نحن السوريين مستضعفون مهجرون المجرمون يقزفون علينا الحمام وليس المجرمون هم الذين في سوريا إنما أعوانهم وأسيادهم الذين يزعمون أن القانون الدولي يمنع ويحرم قصف المدنيين وهم يرون أننا نقصف ويموت الأطفال والنساء ويسكتون فهم مشاركون في الجريمة ولو كان يجوز لأحد أن يرفع عنا دعوة إلى المحكمة الدولية لتحاكم هؤلاء المجرمين فينبغي أن يرفعوا دعوة على مجلس الأمن الذي نسميه مجلس الظلم ليس مجلس أمن هذا هم مشتركون مع هذا الطاغي وأنثاره في هذه الجرائب الإنسانية النكراء التي لم يمر مثلها في التاريخ ما سمعنا بهذا متسلط يسلط طائرات الشعب التي سيدافع بها عن الشعب ويقتل أعداءه يقتل بها الشعب نساء وأطفالا وشيوخا وشبابا لم يمر في التاريخ جريمة كهذه ومن يساعده عليها وعانه عليها قوم آخرون من هم الذين يزعمون أن هذا ممنوع في القانون الدولي ولا يحتاج هذا لفيده أي دولة تستطيع أن توقفه عند حده ولكن لا يوقفونه عند حده بل يفعلون أشنع من ذلك قرر مجلس الظلم منع السلاح عننا حتى لا ندافع عن أنفسنا حتى يقتلنا ولماذا يقتلوننا هل تدرك أيها الإنسان الذي عندك ذرة من الإنسانية لماذا يقتلوننا لأننا مسلمون وأسرائيل لا تريدنا بجانبها تريد فجر كفرة من هؤلاء الذين يقاتلوننا فليعرف نفسه من يقاتلنا ومن يقتلنا لا يقاتلنا ما في قتال في قتل فليعرف نفسه أنه مجرم وأنه يقتلنا نيابة عن اليهود ومجلس الأمن أو مجلس الظلم يعرف هذا وسنكشف هذا بإذن الله نحن وأبناؤنا إلى العالم أجمع حتى يتغير هذا الظلم المفروض أن التصويت في مجلس الأمن يكون لكل الدول المشتركة حق الفيتو للدول الاستعمارية في المجلس السابق عصبة الأمم صارت هيئة استعمارية هم سموها استعمارية ولكن تسلطوا على الشرق الأوسط وعلى المسلمين وركزوا وركزوا جرائمهم وعملاءهم ثم انسحبوا وتركوا عملاءهم يتسلطون ونحن نأكل الضرب وندفع خراج الآن انكشفت عورتهم ولو بدلوا عصبة الأمم بهيئة الأمم ولكن جعلوها بأسطوب خبيث نجس الدول الخمس المستعمرة المستعبدة المتصلفة الإرهابية لأن الإرهاب هو أن ترهب الناس حتى يخضعوا لما تريد هذا هو الإرهاب أما أن يتحرر الناس من الظلم والإرهاب هذا ليس إرهاب هم سموه إرهاب ولكن سوف نفضحهم ولا نصدقهم أحد هم الإرهابيون الذين يظلمون الشعوب ويستبيحون ذماءها وأعراضها وكثر القتل كما أخبرنا الرسول عليه الصلاة والسلام في آخر الزمان يكثروا الهرج قالوا وما الهرج يا رسول الله قالوا القتل كسر القتل وهم يزعمون أنهم هيئة أمم متحدة مجلس أمن يتحقق الأمن أي أمن هذا كل الظلم الذي يحصل وراءه مجلس الظلم كل الدماء التي تسفك وراءه مجلس الأمن إما أن يعدل نظامه وإما أن يصبح من بني آدم وإما أنهم مجرمون جميعا سيأتي الوقت التي تقف شعوب الأرض في وجههم وسيعلم الذين ظلموا أيام قلب إن ينقلبون والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أفلا يتدبرون مختارات من وحي القرآن لما فيه سعادة الإنسان مع الشيخ الدكتور عبد الله سلقين اشتركوا في القناة وترجمة نانسي قنقر